هذا وأكد رئيس السيسي مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقال كما أشهد الرئيس السيسي بالتقدم المحرز بشأن ملف ترسيم الحدود بين أثريبيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة وفي ذات السياق أكدت الفقامة الرئيس خلال المباحثات مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل وهو مني في هذا الصدر للإشارة بالتقدم المحرز مؤخرا فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أثريبيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة